أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين تمضي بثبات في مسيرتها الدموقراطية والحقوقية والتنموية من خلال مبادرات وخطط وطنية قائمة على مبادئ راسخة من قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي الصالح أكد أن هناك نهجا ثابتا ومتجددا في احترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة عبر تشريعات وأطر قانونية وآليات حضارية وعصرية تعكس كفالة واحترام الحريات والحقوق وتكافؤ الفرص جاء ذلك خلال لقاء معالي رئيس مجلس الشورى بوفد البرلمان الأوروبي حيث أكد معاليه أهمية توطيد سبل العمل الدبلوماسي البرلماني بين الجانبين وفتح أفاق أوسع من التعاون الثنائي لتقريب وجهات النظر والارتقاء بمستوى الأداء التشريعي والبرلماني الداعم للمسيرة الديمقراطية واستعرض معاليه خلال اللقاء الإنجازات التنموية التي تشهدها مملكة البحرين والجهود المشتركة التي تبدلها السلطة التشريعية والتنفيذية لتحقيق التكامل في رؤى وتوجهات التطور المنشود من جانبهم أبدأ أعضاء وفد العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي حرصهم على تطوير العلاقات الثنائية مع مجلس الشورى وتبادل الزيارات ووجهات النظر تعزيزا للعمل المشترك بما يفتح أفاق أرحب من العلاقات والتعاون في سبيل تطوير منظومة التشريعات ودورها في دعم جهود الحكومات لإحلال السلام وإرساء قواعد الأمن والاستقرار في العالم أشهد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بالمبادرات الحكومية المتعددة التي تقدمها الحكومة الموقرة من أجل ضمان كفاءة التعافي الاقتصادي واستدامة الاستقرار المالي لمملكة البحرين وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفكرة نعم مؤكدا أن استمرار الحكومة الموقرة برئاسة سمول العهد رئيس مجلس الوزراء في وضع برامج وخطط لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنفيذها في أطر زمنية محددة يسهم في خلق مزيد من الفرص الاستثمارية والإسراع في تحقيق التوازن المالي وترسيخ المكانة الاقتصادية للمملكة جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع الحكومة الموقرة ممثلة في معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيد غانب بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب نوه معالي رئيس مجلس الشورى بالتوجهات المستمرة من سمول العهد رئيس مجلس الوزراء لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواصلة اللقاءات والاجتماعات المشتركة لبحث ومناقشة العديد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمصلحة الوطنية وشيدا بالعمل الوطني المشترك والسعي المخلص والدؤوب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعلاء شأن المملكة وترسيخ ما وصلت إليه من تقدم ونماء في المجالات كافة أكد معاليه أن مجلس الشورى يساند ويدعم الخطوات الحكومية والمشروعات التي من شأنها البناء على ما تحقق من منجزات تنموية ونجاحات مشهودة في المجالات كافة مشيرا إلى أن جميع المبادرات والرؤى التي نفذتها الحكومة الموقرة خلال الأشهر الماضية أسمت في إحداث استقرار مالي واقتصادي وحفظت حقوق الجميع بصورة عادلة ومنصفة ومنصفة